وش يجمعك انت بهذه الشيرين أبو عقلة تجمعنا بها العربة هكذا تجمعنا بها العربة انتم وش يجمعكم بالناس اللي هما في إسرائيل وش يجمعكم به تجمعكم بها من الإنسانية حقوق الإنسان رأنا فاهمين ذك المستهدف شكون هو ذك الناس اللي هما ما زالوا ما فاهموش رأهم مع الوقت كين بعض الذر هكذا اللي هو ما هو فيها مفهم لكوعه لمنبوعه هكذا هكذا كيتكلموا في كلام هكذا رأي يجي نهار ويتحلوا عينهم رأي يجي نهار ويتحلوا عينهم ويتحلوا عينهم بالصدمات خطر كين الناس اللي يتكلمون انت والله تعي تكرش له ولا ما فاهم لما يدخل رأسه في الحيط يعرف يعرف ما بعد يتحلوا عينيه يجي نهار للأخ بيلل رأي يجي النهار ان شاء الله يفتح لهم ربي عينيه مهمة تقدرش تجي بدونها في الخارج الموضوع انه دائما لما يكون نتكلم في موضوع دائما لما يجي واحد يتكلم قال ركز لي الموضوع تتحكي له عن القاضية الفلسطينية ويجي واحد يدخل لك في امور شخصية حقه واش واش حقه واش ما تعين لك في القاضية انت على الباسكور وكله هو عجل باش يحبي يجبدك يجبدك باش يخرجك هالموضوع لا حكيه عن القاضية روحكي عن القاضية هذي قاضية هذي انت خطنا هذي خطنا هم هلسنا ابناء ادم هم ماناش ابناء ادم ماناش اخي راها انسانة والله قبل ما تكون هي فلسطينية ولا مسيحية ولا واش تكون راها هي انسانة كيفاش احنا راني نشوفون الضامنه مع ناس من 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 اجناس مختلفة وهذه راها الدافع على قضية فلسطينية راها هذرك هي مسيحية على روحك مسيحية جات هي دعاتك باش يتخرجك من دينك جات هي اسأت ليك جات ظلماتك راها تدافع على قضية فلسطينية اللي هي قضية كل المسلمين وكل المسيحيين وحتى اليهود الناس اللي راهم هما شرافاء والناس اللي راهم هما مقصطين وكل الناس اللي هما راهم ضد الظلم وضد العنصرية هو واحد يجي يجبدك انتو مجدخلك في القضية الفلسطينية وانتو مجدخلكم في في اوكرانيا كين منهم حتى اللي راح يقاتل معاهم مجدخلكم فيهم وعلى الضامنوا معاهم وعلى جيبوهم لاجئين لحقو حتى في هذا المواقع والله العظيم منذ ايام وعلى عال الناس اللي راهم عندهم دي كونت في اليوتيوب والله في الوسمو راهجتهم من رسائل ربما كان الناس اللي هم يتكلمو هاش والله العظيم بعثوا رسائل بعثوهم عن طريق الناس اللي راهم ربما ما يقرأوش الإيميلات انتوهم والله بعثوا رسائل يحذروك على جلبه من هذا الموضوع اللي راه هو ضائر حول الحرب في أوكرانيا يمنع هو انك انت تتهكم عليهم او تكذب باللي راه هكينا ما جازر ولكن مش فينا هاش هذا يحول فلسطين وعلى فلسطين هذو فلسطينيين هذو مهمش شعب هذو مهمش بشر هذو احنا حابين هو انه تكون هناك عادالة هذا مكان عادالة ستو ما يجبهمش هذا الخط بين الفلسطينيين والجزائريين الخط هذي حابين يقطعوه لو كان جاد درك هذي شيرين ابو عاقلة هذي راه جات هي مسلمة وراها لبس الحجاب والله العظيم لو كان ذكرها هم قال لك باللي هذي مدوا عش استغفر الله يا ربي هاي والله غري يدخلوا فيها والله ما هي غريبة مهم يدخلوا بين الضفر واللحم هم الخط هذا مش عاجبهم حابين يكسروا يا أخي هذي راه قضية إذا كان كنت إنسان إذا كان كنت باشر تؤمن بالعدالة هذه راه دولة محتلة وحتى تكون دولة أخرى محتلة نرى أنها ضد الاحتلال وضد الظلم لأنه الجزائر راه تعرضت الاحتلال وتعرضت الظلم وتعرضت الإبادة لما تشوف أنت فلسطينيين يتغنوا بالأغنية الجزائرية عدد من الأغاني الجزائرية حافظين هذا كما يقولوا باركور ورامدروا أغاني منها أنتع طيار الصفرة هذيك ومنها أنتع يحيوا بلادي ولاد بلادي وأغاني أخرى يتغنوا بها ويتكلموا عن الجزائريين ويحبوهم وكذا ونفس الشيء في الجزائر الجزائريين وما يحبوا الفلسطينيين بل من الجزائريين من وصل يقولوا راه فلسطين راه هي عندها حدود مع الجزائر اللي كان راه تحرض ذكي العام وكين منهم اللي راه ميجيوا ويقرأوا في الجزائر ويدربوا في الجزائر وكذا وكين الناس اللي هما مش عاجبهم الحال هما يحبوا فرانك ويحبوا جيسكار ويحبوا سان كريستوفو ها شوي عقل شوي عقل هذي راه بنت قتلت برصاص الغدر ربي يرحمها وربي حاسيبها تقول انت ربي يرحمها واحد انت معاصي والديه والله ديك ومننا تجيدك انت يعليك كلمة ربي يرحمها يبدأ يديرلك في الدروس ويبدأ يديرلك في المواعظ وما تقول شو عليها انت واصي علينا انا انا نقولها وانت طبل تضرب الزرنة شارع شارع انت فاهمه هكذاك انا مانيش فاهمه هكذاك ويجي النهار نديرو عليها دروس نديرو عليها دروس وارواح وزيدي على المباشر ونتكلمه بالله بالقرآن وبالسنة وبالاحاديث ونتكلمه بالله بالله بالاخر تا عندك فهمه لك تواصي علينا انا نقول الله يرحمها ورب ان شاء الله يحسبها من الشهادة وانت طبل وضرب الزرنة هاي بيك بالمشيخ انت وعك وحاشا الاسلام حاشا الاسلام حاشا اسلام فاق روسنا يجي يهدر لك انتا وفهم الاسلام انتاك وكيفارك تقول في كلاما الجريمة تغطي عليها الجريمة تغطي عليها انتا يجوز ولا يجوز تخلي الجريمة اللي لازم تتكلم عليها الاضطهاد الاحتلال تخليه وجاي تلزق لي انتا في كلمة انتا انتا وش اسمه انتا يجوز ولا يجوز ايه روح روح لا تتبعني ايش روح امشي عليها جي تتبع في اياه وحب انتا تفرض امرك لماذا؟ لانك عارف بالكلامي راهم يقتنعوا به ناس كثيرين ها؟ عارف بالكلامك راهم مقتنعين به ناس دونك انتا تجي على جلبه هذوك الناس متخليهم شو ما يقتنعوا بكلامي اخا بالقادر وش عوالك؟ السلام عليكم وعليكم السلام وش راك؟ نعم انت بخير ايدك مبروك وان كانت اخر شوي ما عليش الله يبرك فيك وش راك؟ كيف الصحة كيف الحوال؟ الحمد لله الحمد لله والله يبخير الحمد لله كيف الصحة؟ والله غلا بس الحمد لله هان نمروا ساعة ساعة نمروا هكذا بازامات ونفوتوا ايه والله حتى انا ثانية امرت شوية في البدية تعى رمضان ايه حكمنا كويد حربنا حربنا وكلنا والله ارا حكمنا معدي بتاع رمضان سوء سوء طيحنا الحمد لله على كل حد الحمد لله ربي شاكك الحمد لله حمد لله كيف الامور؟ انا والله شفت الموضوع هذا تعال اخت هذه الله يرحمها يعني ادخلت ايه هكذا شفت والله لما كنش يعني يعني بغي نفتح الموضوع لكن شفت ناس كذا يخوضوا صفحات يجوزوا لا يجوزوا حرف النقاش قلت انا والله لازم الوحدي يقفلهم هذ الناس هذو بش يكايني الناس اللي يمساكن شباب هكذا ربما يلعبوا لهم على ويديهم في واحد الأمور هكذا قلت انا لازم الوحدي يتكلم في الموضوع شوف الأخ نور الدين احنا بالعقل هي هذي ما نتقدموش نعم ما نتقدموش مستحيل مستحيل نتقدموه بالعقل هي هذي وانا خليني نكون معك صاريح اليوم يعني خليني نكون صاريح ولي يغضب من يغضب يغضب من يغضب شوف لما يجي المولد النبوي الشريف القيمة والمعنى تع المناسبة معروفة معروفة هي أن الإنسان يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بالرسول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يبدي بعض السعادة يجوه هذا الناس يحرفوا ويخرجوا الناس على فحواء الذكرى ويتحول من ذكرى يعني إلى حب الرسول وذكر الرسول والصلاة على الرسول إلى المشاحنات والبغضاء والخصومات والكراهية والتفسيق والزنديق إلى غير ذلك وهذه واحدة لما يجي العيد الصغير يوقفوا على أبواب العيد وين الناس رايحة تتغافر ورايحة تفرح بالسيام انتاحا ورايحة تفرح بنهار العيد وراح كذا وكذا فيقفوا لهم اللي يخرج الزكاة انتاعوا المال مبتادع وفاسق وجاهل وما يعرفش الإسلام إلى غير ذلك تجي مناسبة أول نوفمبر كيف نفس الشيء يقول لك هذه بدعة ولكن لما الملك تع السعودية ينشد النشيد الوطني انتاعوا مهوش بدعة لما يعاودوا يفتحوا ينقلبوا 190 درجة 180 درجة من دولة دينية تقريبا في أقراطية إلى دولة شبه علمانية ويجوا المغنيات ولا واحد يتكلم ولا واحد يقولوا حلال ولا حرام يجيهم وقت يحرموا سياقة على المرأة وبعدين تولي سياقة أحلال عند المرأة يجي الزكاة المال حرام وبعدين تصبح زكاة المال أحلال حسب ما يحبوا هما فقط هذو كنا والأتباع هذو الأتباع هما زيكوا على السردوك خلينا أنا هذرو صراحة من زعكة لديك وين يجي ريحت مين معاه قاعد لي في الجزائر ويتبع لي في شيخ ما يعرفوش بعد عليه بعشر ألف كيلومتر في السعودية ولا مانش عارفوين في الهند ولا معلب هذيش اليوم هذي المرأة صحفية عندها جنسية أمريكية قادرة تروح تعيش في أمريكا في سلام ما تشوف حرب ما ترفض كاميرا وخايفة مرصاص وتعيش كما هي كما الأمريكان كما ملايين العرب اللي هم عايشين في الغرب وتعيش لكن هذه رجعت لبلادها وراهي تخدم في بلادها وتحاول تنقل الصورة الحقيقية للإعلام الغربي المنافق اللي نحن عايشين فيه ونقولوها إعلام غربي ميكيافين اللي يتعامل بوجهين منافق رخيص ما عندهمش ذرة إنسانية لو اليوم لو نصح في قتيلة في كياب من طرف جنود روسيا لا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولكن لما ماتت امرأة عربية في أرضها المحتلة ولا واحد فيهم يقدر يتكلم لأن المسألة تتعلق بالكيان الصهيوني الإرهابي المجرم أكبر مجرم في الأرض وحيث ما كان الإرهاب في الأرض إلا وراه صهيونية هذه الآن هذين الناس اللي رهم يتكلموا على أمر غيبي أمر الآخرة واش رب يفتحكم أبواب الآخرة وأطلعتهم على الغيب ولا انتوما ولا انتوما ركم عملاء مع الصهيين يعني خذونا نتكلموا بصراحة هل انتوما ركم تخدموا في مصالح الصهيونية ركم عانتنيا هو ولا كيف ههمونا يعني وان الناس تبكي والناس تحاول 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 أنه رغم قلة الإمكانيات تحاول أنه تنقل هذه الصورة لهذه المرأة ولفلسطين والظلم اللي رواق عليها وما كاش اللي يتكلم عليه في الإعلام العالمي احنا هنا في كندا ونسمعوا ما تسمعش على فلسطين كثير وما تسمعش على اللي يموتوا في فلسطين وعلى اللي يطيحوا عليهم القنابل وعلى الاقتحامات لكن تسمع أوكرانيا جاجة في أوكرانيا تريشوها تسمع بيها وأنا نقول لك هناكين صحفي هنا في كندا صهيوني هنا ويتكلم جاب السافير الروسي ودار مع حوار وفي الأخير أطلب من الوئيس الوزارة الكنديين الكندي أن يطرد السافير الروسي وقال عليه بللي مجرم حربه وراه يساعد في مجرم الحرب إلى غير ذلك رغم أن روسيا احنا لا رانا معاها ولا رانا نقولوا الحرب مليحة ولا الأوكرانيين لازم يموتوا استغفر الله احنا ما نحن نقولوا حك لكن روسيا على الأقل راهي حبوا يخلقونها مشكلة كأن مشكلة سياسي مشكلة اقتصادي مشكلة عسكري أمني كذا ولكن هذا ناس جاءوا جاءوا فروم نووير ودخلوا ودوا أرض الدوها الدوها بالكامل وطردوا أهلها واليوم واحدة من هذا الشعب من الآلاف عشرة الآلاف اللي ماتوا اللي ما سمعناش بيهم واللي راحوا في الظلام ولا واحد قدر يشوفهم ولا واحد قدر يوصل الصورة متاحهم � Guidى مرة اليوم قاعدين الناس اللي رانا نسمعهم فيهم يعني تصدم تستغرب تبكي قاعدين وتكلموا عليها هل هي في النار أم هي في الجنة وهل هي كافيرة يجوذلنا نقولوا عليها شهيدة وأم يجوذز لها نقولوا عليها شهيدة أنت يستغلك يقولو عليها شهيدة أو لم يقولوا شنع ليه شهيدة كل الديانات بدون استثناء كل الديانات تقولوه على الذي يقتل لها في الحرب أنه شهيد وكل واحد كيفش دبر رأسه لاعتقاد انتعه لكن الأمر في الأخير يرجع إلى الله هل هذا هو دور نحن ولا هذه المرأة يعني راهي تدافع على بلادها وماتت على جال بلادها وأنها يكفي أنها إنسانة قتلت ظلما حتى ولو ما عندها حتى دين حتى ولو تؤمن ما عندهش إله أصلا تؤمن به هذه المرأة قتلت ظلما وهي تدافع على حقوق شعبها تحاول أن تنقل صورة على ما يتعرض له الفلسطينيين من الاقتحامات اللي كانت صاريا اليوم والباح اقتحامات البيوت جونتما نصبتوا رواحكم أرباب أرباب فوق الرب اللي خلقنا واللي خلقنا ما خلتوا حتى واحد انسبتوا الدين لكم درتوا في جيبكم وشوفتوا رواحكم انتما فقط اللي مدينين انتما اللي تعرفوا ربي انتما فقط اللي عندكم الحق عندكم اللي يقولوا عندكم الرخصة الإلهية اللي قلت لكم انتما روحوا يقسوا الناس وتبعوهم وشيدروا والله العظيم شوفت ناس يا أخي مردين يوقفوا عند ناس يتوظوا ويعسوا فيهم إذا يغطوا فلذكهم باش يعلموهم كيف يتوظوا يا حبيبين انتما اللي تعرفوا وانتما اللي تعرفوا وتصلوا لا تغطوا ما معنى الوحدانية ما معنى الروبوبية وانتما اللي تعرفوا الجنة والنار وأنتما اللي قلتوا للعلماء وعلماءكم اذا افتوا فتوى هي الصح وغير علماءكم اللي متحبوهم اذا افتوا غاطين ومبتدعين كل شيء يعني والدليل أننا رانا متخلفين متخلفين قولونا واش درنا أعطونا حاجة احنا كأمة سوف لالجيري ولا نبركال قولونا أعطونا حاجة اللي احنا تقول باللي رانا نتقدمه والله كان نعرف هذا الناس رانهم يديروا في حاجة رانا نتقدموا بها أنا أول واحد نستعرف بهم ولكن يا أخي رانا نتخلفوا هذا الجمود هذا الجمود ما جابه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جابه الصحابة ولا هو أصرا من الدين ناس جابت الأمراض انتاحة والعقد النفسية انتاحة والبداوة انتاحة والعادات السية انتاحة وحبت تفرضها على المسلمين باسم الإسلام يلبسون الدين ما ليس منه ما فيش تسامح احنا الآن أصبح لما تقدر ما تقدرش تفكر أنك تغرس الورد في دارك ولا تغرس سجرة عياسمين ولا تروح تسبغى انطروا طوار قدام دارك ولا تنظف ولنا ما نخموش في الذوق في الجمال ولنا ما نخموش بالتسامح ولنا ما نقدرش نتعايش يا أخي تا عايش لي في الجزائر غالق على روحك حطي واحد من يجي ليك روح فلسطين روحهم مخلطين سوريا مخلطين لبناني مخلطين العراقيين مخلطين هذو ناس عندهم ظروف أخوار شعوب تتعايش فيما بينها بمختلف الديانات وإحنا رأنا عايشين في الغرب تعلمنا كيفاش حتى نتحاول مع الملحد الملحدين لما في الأول كانوا يصدمونه لكن بعدين تعلمنا كيفاش نتحاول مع العرب وعرفنا أن الأمر في الآثير لله وأنك أنت مجرد إنسان وانت مركش أفضل لا رأك أنت ضامن روحك الجنة ولا رأك ظالم أن الإسلام اللي رأك أنت تعتقد أنك رأك ملتزم به رأك يعني جبته على حقيقته ورح يدخلك للجنة ولا راح يحطك خير من الناس حطه رجري في الماء بردو الأنبياء وما كانوا يتكبروا عن الناس الأنبياء كانوا هذوك المجرمين تعد ذاك الوقت اللي كانوا أشد كفر وأشد طغيان وكانوا يسبوا الأنبياء ويقولوا لهم الأنبياء إن كان هذا الذي تقولونه فينا فإن فإن أمرنا يعود إلى الله ما كانوا شحطين هم ينزعجوا ولا يشي شوية اتواضعون البشر اتطالوا على العالم هذا ما رأك مش أحكم بالعالم قصة برك صغيرة برك قصة برك صغيرة لا نذكر جيدا هو واحد من الأئمة الأربعة واحد من الأئمة الأربعة مهم كان عنده جاره سكير كان يشرب وكان يشرب يبدأ يخلط في يوم من الأيام غاب سكتحسوا كما يقولون سكتحسوا هكذا سقصة عليه قالوا له بليو دير عمريب راح زاره هذاك السيد هذاك حياء منه أقلع عن الخمر شوف سيد هذا كان هو لما يخبطها يدير رأي يعني بشوف برك يعني يسمى العبرة المعاملة هي اللي دخل الناس للإسلام مش بالهضر أو الله الفتاة أو الله كايني الناس اللي هما صاروا منفرين كما كنت تحكين قبل أن تجبت أمثلة قضية انتع المولد وقضية انتع الجنازة عوض هو أنه الناس تلتهى بالجنازة وحرمة الميت والبكاء انتع أهله وكذا تروح لك الناس انتع القرآن يجوزوا ليجوزوا وهذه الشرك وهذه كذا نفس الشيء في قضية القرابة في العائلات عوض هو أنه الناس تركز على سلط الرحم تروح ويقول لك انت الوسم انتع المصافحة انتع يجوز ولا يجوز سمى أشياء اللي هي عوض هو أنه يركزوا عن الأصول اللي جابها الدين خليوا الأصول وروح ينتعوا لك بالفروع هذيك هذيك مثلا جريمة عوض هو أنه الناس تحكي عن القضية الفلسطينية تحكي عن الجريمة يروح ويديوك النقاش واحد أخر انت يجوز هل يجوز انت تقول على وحدة مسيحية تقول لها الله يرحمك ولا لا لا